أهلا بكم من جديد مشاهدين نستقبل ضائفنا الدكتور محمد بن حمو الخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية حياك الله دكتور أهلا بك اليوم في هذه النشرة تحدثنا مرتين عن ريادة المغرب في محاربة الإرهاب ما الذي مكنه من هذه المكانة العالمية أكيد أن ذلك بفضل الخبرة والقدرات التي طورتها القوات الأمنية المغربية بمختلف مصالحها نحن نعلم بأنه بعد الأحداث الدمية لمدينة الدار بيضاء سنة 2003 التي كانت مفاجئة بالنسبة للأجهزة الأمنية المغربية استطاعت هذه الأجهزة الأمنية أولا أن تطور معارفها وما داركها بهذا التهديد الناشئ وكذلك أن تحصل على أعداد هائلة من المعلومات وقاعدة من المعلومات مكنتها من فهم جيد لتفاعلات وديناميات وأهداف وكذلك طرق تنظيم وهيكلت هذه التنظيمات الإرهابية ثم استطاعت من خلال التدبير الجيد للمعلومة الاستخباراتها في جميع محطاتها ومراحلها أن تنفذ إلى قلب آلة هذه التنظيمات فبالتالي تطوير القدرات التنصيق الجيد والتعاون بين مختلف الأجهزة الداخلية الوطنية الأمنية نحن نعلم بأن الهفوات التي تعرفها بعض الدول والاختلالات التي تعرفها في التعاون بين أجهزتها الأمنية يجعل هناك فراغات تنفذ منها هذه التنظيمات الإرهابية في حين أن المغرب استطاع أن يطور قدراته وخبراته وكذلك يطور التنصيق والتعاون بين هذه الأجهزة وهو ما تبلور في السنة الماضية من خلال إحداث المكتب المركزي لتحقيقات القضائية الذي يعتبر لبنا متقدمة في مواجهة هذه الظاهرة نبغي أن نعلم بأننا نواجه عدوا يزحف خلف قناع عدو له قدرة كبيرة على التأقلم عدو له قدرة كبيرة على الحركية وعابر للحدود ليس له لون ليس له جنسية وله عدو انتهازي يستغل بطريقة يمكن اعتبارها طريقة سلسة كل الهفوات التي يمكن أن تكون وكل فراغات التي تترك له طيب ماذا عن السياسة الأمنية الاستباقي هي تحقق الكثير نرى كل يوم تقريبا ما تحقق على أرض الواقع ولكن لها سيطعالم كذلك هذه السياسة الاستباقي فعلا فعلا هي سياسة أمنية استباقية نحن نعلم بأن تدبير هذه العملية يتم على مراحل ويتم بالأساس لأن ما أصبح جليا الآن هو أن السلاح الذي يمكن مواجهة هذه التنظيمات به هو سلاح المعلومة الاستخباراتية وتدبير هذه المعلومة الحصول عليها وتدبيرها وتحليلها ثم كذلك الوقوف عند المعلومة الاستخباراتية العملياتية والتدخل في الزمن والمكان المناسب وهذا ممكن السلطة الأمنية المغربية خلال المرحل السابقة أن تكون تدخلاتها تدخلات جراحية بمعنى أنها كانت تنفذ إلى خلايا محددة في العدد وكذلك في مواقع دقيقة جدا نلاحظ بأنه في العملية الأخيرة للأسبوع الأخير بأن العدد هو كبير جدا وهي عملية غير مسبوقة وعملية كذلك تؤكد من جهة أنها كانت بتنصيق كبير داخل مختلف الأجهزة وعملية منصقة على مستوى التراب الوطني حيث أن الأهداف التي ضربتها هذه العملية والتي بلغت في مجموعة 143 هدف واستطاعت هذه سلطة الأمنية أن تقوم بهذه العمليات داخل 35 مدينة وبلدة وقرية بالمغرب فبالتالي هناك عمل يغطي مجموع التراب الوطني وهناك عمل لهذا أعتقد بأن بغي أن نميز داخل الاستراتيجية المغربية بين مستويين المستوى الأول هو الرد العملياتي الأمني الذي هو رد قائم وينبغي أن يكون في زمانه والنقطتين التاليتين هو العمل على المدى البعيد وهو المرتبط بركيزة التنمية البشرية وركيزة هيكلة الحقل الديني هذه مقاربة شاملة في الحقيقة تتذكر معي دكتور بعد أحداث سبتمبر في الولايات المتحدة الأملكية وجه أكبر نقط كان عدم التنسيق بين الأجهزة الأمنية هذا ما سمعناه كذلك في الفترة الأخيرة في فرنسا هذا ما قيل كذلك في بروكسل في ألمانيا ما الذي يجعل هذا التنسيق غير مخترق في المغرب كيف تم التفطن لذلك وكيف يتم العمل بين مختلف الأجهزة الأمنية نعم فعلا في الولايات المتحدة الأمريكية كما هو الحال في فرنسا وفي العديد من الدول وفي تركيا وفي العديد من الدول كان معروفا بأن الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها ومختلف كذلك المصادر أو المواقع القرار التي تتبع إليها كانت معلومة متوفرة ولكنها لا تصل لا تصل لأن كان هناك نوع من المنافسة السلبية ونوع من الصراع قد بلغ في بعض الأحيان بين بعض الأجهزة الأمنية في بعض الدول إلى ما اعترف عليه بحروب الأجهزة الأمنية فيما بينها وبالتالي كانت تخلق الكثير من الاختلالات كانت تخلق الكثير كذلك من الفراغات والفاتورة غالية والفاتورة للأسف غالية لأن ما معدو هو يختار الزمان والمكان الذي يراه مناسبا ويتدخل في أول غفلة يعني قناس كما يقولون لأنه قناس فعلا يتدخل في أول فرصة تاحله في حين أنه لا نشهد ذلك في المغرب الآن هناك تأطير وتوزيع جيد للمهام وللتدخل وتعطية شاملة للتراب الوطني ومراقبة شاملة للتراب الوطني نحن لاحظنا بأنه قبل ذلك كانت هناك بعض الصعوبات التي ربما قد تؤجل عملية للتدخل أو قد تجعلها خارج غطاء قانوني لذلك جاء المكتب المركزي للأبحاث القضائية ليغطي على كل تلك النواقص فبالتالي يمكن التدخل في الزمان والمكان المحدد بالغطاء القانوني المحدد نحن نعلم بأن المعركة والحرب التي تخاض ضد هذه التنظيمات الإرهابية لا ينبغي أن تكون على حسابة ديمقراطية ولا ينبغي أن تكون خارج دولة الحق والقانون لذلك فالتدخل الأمني ينبغي أن يكون في إطار حكامة أمنية وهذا ما يسعى المغرب إلى القيام به حريبنا ربما دكتوران تحدث عن حجم التهديد الإرهابية لأسف شديد مرة أخرى التهديد قائم وحجمه كبير جدا هذا ما نلاحظه على مستوى عالمي الآن هذا ما نلاحظه من خلال انتشار أعداد هائلة وهذا ما تقول المخططات الإرهابية للخلايا المفككة كذلك وعدادها تماما نحن الآن أمام ثلاث فئات هناك فئة المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين التحقوا بداعش وغيرها من التنظيمة الإرهابية والذين بلغ عددهم في سوريا والعراق إلى 48 ألف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ينتمون إلى 67 دولة هناك كذلك من سعوا إلى الالتحاق بهؤلاء ولم يتمكنوا وإذا كانت في أوروبا من التحق من الأوروبيين بداعش هو في حدود استلاف مقاتل إرهابي أوروبي من روسيا والكونفيدراليا الروسية وآسيا الوسطى وجمهورية آسيا الوسطى كذلك قرابة استلاف فمن شمال إفريقيا قرابة 9 ألف من المقاتلين الإرهابيين الأجانب أكبر عدد هو من تونس التي بلغ عددهم 5 ألف وربعمائة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب ينبغي أن نشير إلى أولاك الذين لم يستطعوا الانتقال إلى هذه المناطق ولا زالوا في هذه الدول وعددهم كبير جدا نحن نعلم بأن عدد مقاتلين الإرهابيين الراغبين في الانتقال من تونس ولم ينتقلوا يصلوا إلى أزيد من استلف من المقاتلين الراغبين في الانتقال عدد المغاربة من أصل 1500 مغربيين الذين انتقلوا من لم ينتقلوا إلى سوريا والعراق هو في حدود 300 نفس الشيء بالنسبة لمجموعة الدول ثم هنا هذه الفئة الثانية وهي خطيرة جدا لأنها تستغل داخل الشبكات وداخل الخلايا النائمة وهناك الفئة الثالثة التي أصبحت تظهر الآن هؤلاء الذين انخرطونا بعمل انفرادية ويمكن وإن كنت دائما لم أقبل بالمصطلح الذي هو مصطلح الدئاب المنفردة لأنه هذا مصطلح خاطئ هناك عمليات تقوم بها أشخاص انفراديين ولكن منخرطين بشكل أو آخر مع جهامة إما افترادية أو حقيقية وبالتالي أعتقدها أكثر خلايا انفرادية منها عمليات انفرادية في حين أنه ما أصبح يظهر الآن هو ما يمكن أن نسميه بحرب الأشباح وما يمكن أن نسميه كذلك بظاهرة الكلاب المصعورة التي تلجأ لعمليات نحن لاحظنا بأن الشخص الثاني في فرنسا الذي قام بعملية الهمجية داخل الكنيسة لم يتم رصده إلا منذ يوم 29 يونيو الأخير وفي ضرف زمني قليل ويقوم عملية إرهابية إذن نحن أعمام عملية إرهابية يعني ظاهرة تتطور بشكل متسارع وظاهرة ستنتشر للأسف بشكل كبير شكرا شزيلا لك الدكتور محمد بن حمو على كل هذه التوضيحات شكرا لكم مشاهدين على المتابعة نعود ونلقاكم بإذن الله في نشرة الثامنة نرجو أن تكونوا معنا إلى اللقاء